الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة خطط لفتح مكة بالتأكيد وبالتالي تلاحظ أن كل توجيه للبعوث السراية والغزوات بعد الهجرة كان بالدرجة الأولى باتجاه مكة حتى السنة الخامسة للهجرة التي حدثت فيها غزوة الخندق بعد غزوة الخندق غزوة الخندق مثلت القمة بالنسبة للقريش هذا هو أقصى ما يستطيعونه عندما وصلوا إلى القمة لا يستطيعون أكثر من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة خطيرة قال في نهاية غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم خطط هذا الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة بعد غزوة خيبر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد غزوة الخندق ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أول سرية باتجاه الشمال الغربي من المدينة وهو اتجاه بيت المقدس كما تراه في هذه الخريطة يعني هنا المدينة المنورة وهنا بيت المقدس حسمة تجي هنا سرية حسمة كانت في هذه المنطقة على طريق بيت المقدس بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استمرت الأمور معه حتى صلح الحديبية بعد صلح الحديبية الأمور أصبحت مكة تقريبا يعني ها أصبحت مكة مسألة فتحة أصبحت في قريبة جدا قابقة أو سينية أو أدنى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه بيت المقدس أول غزوة أو أول سرية كبيرة الحجم وهي سرية مؤتة وهي ليست غزوة هي سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها وسرية مؤتة وقعفت على حدود الأرض المقدسة كما حددها المقدس البشاري وكما درسها الأخ الفاضل الدكتور خالد العويسي الله يكرم إن شاء الله ففي هذه الفترة لما وصلت إلى الحدود إلى منطقة مؤتة التي نعرفها اليوم وصلت وعادت وهناك استشهد عدد بسيط من الصحابة وبقيت موجودة في ذلك الموضع وتذكارا للصحابة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة طبعا قبل ذلك كانت غزوة خيبر التي قضى فيها على اليهود الواقعين على فكرة على طريق الشام وبعد فتح مكة بعد ما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وجه كل طاقته الآن خلاص فتحت مكة كل طاقة النبي صلى الله عليه وسلم وجهت بعد ذلك باتجاه الشمال الغربي وهذا كلام واضح جدا بالدراسة حتى إن المستشرقين وبعض الكتاب اليهود وبعض الأكاديميين اليهود مثل مشيقيل مثلا انتبهوا إلى ذلك ولاحظوا أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وجه كل أنظاره إلى بيت المقدس فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه نظره لبيت المقدس وخرج في غزوة تبوك بالدرجة الأولى التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس جيش من ثلاثين ألفا إلى تبوك بعيد عن المدينة حوالي سبعمائة كيلو فهذه المنطقة الصغيرة عندما جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم حضر عدة أمور الآن أين تبوك تقع لننظر إلى هذه الخريطة مرة أخرى هنا المدينة وهنا بيت المقدس تبوك تقع هنا يوجد طريقان من المدينة إلى بيت المقدس أو إلى بلاد الشام بشكل عام وفلسطين بشكل خاص الطريق الأول هو الطريق الداخلي هنا بتمر إلى تبوك ثم تدخل منها إلى الشام ومنها ممكن تروح إلى بيت المقدس وهو طريق قصير أغلب الناس اليوم بتمروا في العمرات خاصة وهناك طريق ساحلي هذا الطريق بتمر من المدينة باتجاه الغرب جهة ينبع وبتمشي على مساواة البحر الأحمر لاحظوا حتى مدينة العقبة في الأردن ثم كانوا يدخلون من هنا إلى صحراء النقب ومنها إلى غزة وإلى بيت المقدس أو إلى مدينة القدس مباشرة لاحظ طريق طويل إذن هو الطريق الساحلي والطريق قصير هو الطريق الداخلي فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن في تابوك منطقة في الطريق الداخلي ماذا فعل؟ عقد عدة اتفاقيات مع عدة جهات منها ثلاث اتفاقيات تهمنا جدا واحدة منها مع قرية المقنى وواحدة منها مع قرية أيلة والثالثة منها مع قرية أذرح أذرح بسيطة موضوعها أنه تساعدون أي جيش من المسلمين إذا كان عائدا واحتاج إلى أي مساعدة لكن أهم اثنين منهم إيه؟ أيلة ومقنى أين تقع مقنى وأين تقع أيلة نرجع إلى الخريطة مقنى تقع في هذا اللسان هنا في هذه المنطقة مكان السهم تقع في هذه البقعة وأيلة تقع اللي هي مدينة العقبة بالأردن المقنى ما زالت إلى اليوم في المملكة العربية السعودية اسمها المقنى ما زالت كما هي ومدينة أيلة أصبح اسمها العقبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاتفاقيتين؟ في اتفاقيته مع أهل مقنى قال لهم عندما يأتيكم جيش قادم من جهة المسلمين في المستقبل تزودونه بالسلاح وتزودونه بالطعام لاحظ وجاء لأهل أيلة وقال إذا جاءكم جيش من المسلمين طبعا أيلة هي آخر محطة مسكونة مأهولة قبل دخول صحراء النقب صحراء النقب صحراء قاحلة فقبل عندما يأتيكم أي جيش من المسلمين تعطونهم الماء لا تمنعونهم الماء وتفتحون الطريق إلى النقب طبعا شمعنا هذون الاثنين الآن رح نشوف ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان العام الثاني اللي بعده عام الوفود وحجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة باتجاه الشام فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينطلق جيش أسامة وهو أول ما فعله أبو بكر رضي الله عنه عندما أطلق جيش أسامة لكن ما إن انطلق جيش أسامة وعاد حتى بدأت حروب الردة فتأخر مشروع فتح بيت المقدس الثاني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له حديث مهم جدا في تبوك يقول فيه أعدد لعوف بن مالك رضي الله عنه والحديث في البخاري أعدد ستا بين يدي الساعة ست علامات قبل يوم القيامة موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس هذه إشارة مهمة جدا أنه يريد أن يفتح بيت المقدس ويخطط لفتح بيت المقدس صلى الله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وأبو بكر صديق انشغل في حروب الردة بعد أن انتهت حروب الردة أبو بكر رضي الله عنه أول حدث قام به وأول عمل قام به بعد إنهاء حروب الردة والقضاء على الردة في آخر معركة طبعا كانت ضد مسلمة الكذاب في معركة اليمامة المعروفة بعدها مباشرة خالد بن الوليد رضي الله عنه والتوجه وهو متأخر في الإسلام يعني أسلم بعد الحديبية ما صلى لبيت المقدس ما حضر ليلة الإسراء يعني ما بيعرف هذه الأمور كلها فانطلق خالد إلى جنوب العراق يعني انطلق لمنطقة الكويت اليوم ثم منها إلى جنوب العراق ليفتح هذه المناطق وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد جهز أربعة جيوش جهز أربعة جيوش كما نرى في هذه الخريطة مرة أخرى أبو بكر رضي الله عنه ومن بعد طبعا أتم الطريق عمر بن الخطاب وجه أربعة جيوش الخامس طبعا وهو جيش خالد بن الوليد كان موجود في جنوب العراق في هذه الناحية كان موجود فأما أبو بكر فأطلق جيش جيشين ثلاثة واحد هذول الثلاثة من الطريق الداخلي اللي هم بقيادة يزيد بن أبي سفيان وشرح بيل بن حسنة وأبي عبيدة عمر بن الجراح ووجه جيشا رابعا على الطريق الساحلي البعيد وهو جيش عمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ما معنى جيش واحد من جهة الطريق البعيد لأنه بعيد جيش واحد وهذا الجيش بالذات كان جيشا خفيفا لاحظ من الذكرين النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل مع مقنة وأيلا اللي جايت على الطريق كان جيش خفيف فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل هذا الجيش بهذا الاتجاه ولم يحمل معه لا سلاح كثير ولا طعام كثير ولا ماء كثير يعني خفف ووصل مقنة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حضر لهم الطعام والسلاح وكل شيء ثم وجدوا في أيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر لهم كل شيء ماء وتزودوا بكل شيء فأصبح جيشهم أو هذا الأمر نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق وأصبح هذا الجيش كأنه جيش جديد تحضر من عند أيلا اللي العقبة باتجاه داخل فلسطين فدخل فلسطين وللعلم أول استضام بين الروم وبين المسلمين لم يكن مع الجيش الثلاثة اللي هي أبو عبيد ويزيد وشرحبيل مع إنهم راحوا من الطريق القصير والثلاثة لما راحوا ماشوا في الطريق مع بعض حتى وصلوا إلى تابوك فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فجر لهم عين تابوك في قصة مشهورة فجرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا من هناك ثم دخلوا إلى الشام كأنهم جيش جديد يعني تجهزوا من هناك وأما جيش عمر بالعاص بالرغم أنه راح من الطريق الطويل إلا أنه لأنه خفيف مش حامل معه كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم حضر له كل شيء على الطريق كان أول جيش استضم بالروم وكان ذلك في معركة داثن وداثن قريبة من منطقة أو مدينة دير البلح في قطاع غزة هي قريبة من دير البلح في قطاع غزة فكان ذلك أول استضام بين الروم والمسلمين وأبو بكر رضي الله عنه أرسل خلال هذه الأحداث لخالد بن الوليد يوجهه مثل ما بنشوف بالخريطة يوجهه من العراق إلى الشام فتكاملت خمسة جيوش فتكاملت خمسة جيوش في الشام راحوا المسلمين فتحوا كل مدن الشام تقريبا تقريبا كلها لم يبقى إلا عدد بسيط وترك القدس آخر شيء ليه يعني عمرو بن العاصبي مجرد ما دخل وانتصر في معركة داثن ماذا فعل؟ أرسل مفرزة من جيشه مفرزة حاصرت مدينة القدس لكنه ليس حصار اللي هو حصار التجويع واللي ما فيش في مجال لا أرسل لهم جيشا أو مفرزة هذه المفرزة كانت تتبدل كل فترة يعني كان واضح أنه كان يجهز شيء للمدينة وهذه المفرزة كانت تتبدل باستمرار طول ما المسلمين يفتحون المدن كانت تتبدل باستمرار كل منطقة كل فترة تروح مجموعة تيجي مجموعة أخرى تحاصر المدينة فالمدينة منقطع عن الأخبار مدينة القدس مجدارية ايش بيصير في العالم الخارجي ايش بيصير في الشام ولا يعرفون أن جنود المسلمين كانوا قد وصلوا حلب وحمص والمناطق هذه كلها فتحت ودمشق فتحت وسقطت كل المدن هذه الكبرى بين أيدي المسلمين وبقي أهل مدينة القدس يلاحظون أن هذول الجيين من بلاد الجزيرة العربية ايش بيعملوا لا يحاربوننا بقوة ولا يقاتلوننا وإنما يصبرون ولا يمنعون إلا الروم من الاقتراب من مدينة القدس حتى تفتح مدينة القدس صلحا وهذا الذي كان يريده أبو بكر ومن بعده عمر رضي الله عنهما ترجمة نانسي قنقر